نكمل الزا فهنا بيقول استخدم التعريف لإيجاد من إيجاد مشتقة الدل أو ما يقول استخدم التعريف لإيجاد مشتقة الدل يبنى لابد أن أعرف أولا ممكن استخدم الصيغة لها إما الصيغة الأساسية أو التعريف الأساسي أو الصيغة البديلة ونحن قلناها من المرة اللي فاتت قلنا الصيغة الأساسية لها اللي هي عبر عنها هذه الصيغة الصيغة الأساسية دي نقدر من خلالها نوجد المشتقة سواء عند قيمة محددة او بصفة عامة عند اي قيمة بالنسبة للصيغة البديلة ممكن تفيدني اكتر لما يعطيني قيمة يقول هاتلي المشتقة لما يكون الـ x سوى كذا سوى ناسا ثلاثة او دل اتوقع انه اجيبه السنادة اتوقع انه اجيبه السنادة عند ايه يقولك هاتلي المشتقة عند قيمة محددة انخليبان وتعالنا شوف ازاي مع بعض نتعامل مع باقي الاسئلة احنا خلصنا اللي هو ايجاد مشتقة عند قيمة تعال انا شوف لو ما يعطينيش قيمة ازاي كده اعمل ايه عشان احل المثل فزي ما قلت لها جاب كده لازم الاول اكتب القاعدة قداما يبقى انا عندي f prime x سوى عبارة عن مين هي عبارة عن limit الـ h تقترب من الصفر لfx plus h minus fx على h قاعدة اللي انا مفروض استخدمها في حل هذا السؤال يبقى مطلوب مني اجهز البصد اجهز البصد لحاله افضل من هنا انا اقعد اعوض في limit وقال اكتب limit 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 وقاطع بنفسي فبجاهز الجزء في البصد ازاي اجهز وكده على جام هقول لنا ان انا عندي fx اه موجود عندها زي ما هي fx وزي ما هي ثلاثة x تربيع زايد واحد خلاص طب fx زايد h تعال نجيبها مع باقي fx زايد h يسير يعني هستبدل كل x بx زايد h بهذا الشكل زايد واحد اروح افك الاقواس طبعا انا هفك الاقواس عبارة عند عندنا قاعدة تقول a plus b power 2 equal a squared plus 2 a b plus b squared يبا لازم اكون عارفة هذه القاعدة عشان افك الاقواس لها التربيع اللي عن المربع الاول الاول في التاني في اتنين زايد مربع التاني نحلها مع باقي بس خلي بالي هنا كمان في ثلاثة هنا قبل المربع طبعا لما في ثلاثة قبل التربيع يبا لازم اكتب الثلاثة واكتب قوس تاني ونخلي بالي من هذه كويس خالص هربع الاول يبا لازم اكتب اكس بدل اي haكتب اكس بدل البي هكتب اتش يبا زايد اتنيا اكس اتش زايد اتش يبا أنا استبدالت انا القاعدة حافظها فقط استبدالت الاكس بال اي والبي بال اتش يبا فك القاس الثاني بأس وحنا ننسى زايد واحد في الاخر يبا هضرب الثلاثة اكس تربية زائد 6XH زائد 3H تربيع زائد واحد تضرب الثلاثة في الواحد لا ده الواحد برد الخوص فاصبع عندنا هذا الشكل هو عبارة عن FX زائد مين H لو عايز تكتب هذا المقدار وهذا المقدار معلمة وتطرح بعدها ما فيش مشاكل او تيجي كده تحت برضو نقول لنا عايز FX بلاس H ناقص كام اقول له FX عملية الطرح ما بين هذا الجزء وهذا الجزء هو عبارة عن حذف الحدود المشتركة ما بينهم فاعمل يا اقدر احزف 3X تربيع مع 3X تربيع لما اطرحه مدينة صفر مجب واحد مع مجب واحد يبقى ايه اللي ظل معي ظل معي 6XH زائد 3H تربيع ها اكتبها بس معلمة وتبقى الاجابة منظمة بتاعت يبقى اذا في الحالة دي اقول له F'X تساوي limit H approach to zero احنا حصلنا البصل الموجودة الواسطة XH زائد 3H تربيع على مين على H هنا الجزئية التانية دي اما اقسم على H او اخذ الـ X عادي اعمل مشترك او take H عادي اعمل مشترك يبقى اذا اما اقسم او اخذ مشترك عادي هادي صح ودي صح يبقى limit H تقترب من الصف take H عادي اعمل مشترك يبقى عندك 6X X plus 3H over cam over H ها cancel الـ H مع الـ H وبالتالي احصل على limit الاخيرة دي عبارة عن مين عبارة عن 6X زائد 3H استبدل كل X F' هنستبدل الـ H بالزيرو لان هو احنا عندنا الـ H تقترب يبقى استبدل دي بالصفر وبالتالي هاظل معنا مين 6X وكده خلص المسألة وعايز اتأكد من اجابتين هنروح اشتقها باستهدام للقواعد الاساسية اللي احنا يا هنزل قسك قدام ونقلص من واحد ومشتقط الواحد بصفر وبالستة X هادي بالنسبة مين بالنسبة للسؤال فانت رتب اجابتك بالطريقة دي عشان ما تغلبش لو انت كتبت الكلام دي كله مع المت هتلاقي انت كاتب المت كده المت والبسط عايزك سطر طوي كده عشان تكتب عليها وهتكتبها كذا مرة فاحسن حاجة رتب امورك بهذا الشكل هذا الشكل عشان ما تغلص فيها وضيع منك اي علامة من الاعلامات اللي هي خاصة بهذه الدراء السؤال اللي بعده نفس الكلام هتطبق معاك هتطبق نفس القاعدة يبقى اول حاجة في السؤال دي في الامتحان يا شباب اكتب القاعدة اول خطوة اكتب الفورمال اللي احنا محتاجينها يبقى عندنا F' X هي عبارة عن limit H تقترب من الصفر H approach to zero عندنا F' X زاد H ناقص F' X على مين على H اكتبها دايما اول حاجة اروح باعك اقول لنا عمل حاجة هنتجهز لك مين السؤال ازاي انا عندي F' خلاص يبقى اقول له X squared minus 2 X plus 1 طب انا محتاج مين كمان محتاج F' X plus H طب يسوي كام هستبدل كل X بX زاد H يبقى اتنين في X زاد H plus 1 هستخدم نفس القاعدة اللي قلنا عليها من شوية اللي هي فك القواس التربيع يبقى لازم اخلي بالي A plus B power 2 equal A power 2 to AB plus B power 2 يبقى سانا هنا ما عنديش A و B عندي X يبقى شير A اضحى X والB اضحى B بالH يبقى اصبع عندنا عبارة X طب الاثنين تضرب مرة في X و مرة في H يبقى احصى على نقري بالك من اشارات نقري 2 X الاول نقري 2 X minus 2 H plus 1 يبقى هيا دي عبارة عن F X دا والله لو لقيت حدود متشابهة بجمح بس الاسف دايما في الحلقة دا ما تلاقيش حدود متشابهة فتعالت راح اثنين من بعض كده الحاله وباقي نبدأ نستخدم limit يبقى عندي F X plus H minus FX تساوي طرح الاثنين مع بعض يا شباب بضيع الحدود المتشابهة فقط فايذا انا عندي X تربيع وهنا عندي X تربيع بالسلامة negative to X و negative to X وعند positive 1 و positive 1 خلاص كل اللي اللي عمل ابدأ استخدم limit يبقى F تساوي limit H approach to zero البسط كله احنا حسبناه في الحتة اللي عمل ها بالاصفر دي يبقى عبارة عن مين عبارة عن اثنين X plus H squared minus 2 H على H الخطوة التانية نفس الخطوة في كل مرة انا هاخد H عام المشترك take H احس احصل على مين اقول limit H تقترب من الصفر يبقى يعطيني اثنين X تربية تنقص واحد ب H و H هاخد برا مشترك يبقى ناقص اثنين على مين على H هنستقل هنكنسل هنكنسل مين هنكنسل مين مع مين يا شباب يبقى هنكنسل H مع H يظل معنا في الاخر خالص limit 2 X عندما H تقترب من الصفر وبالتالي F برا X لما عاود عن H بصفر يبقى خلاص اختفت ال H يبقى اثنين X ناقص اثنين هذي هي المشتقة طب انا لو طبقت القاعدة الاساسية بضعت قاعدة الباور بتاعت انا اللي احنا عارفين ها يبقى عندنا F برا سو كام F برا انزل الاساسي قدام ونقص من واحد مشتقة X بواحد ومشتقة واحد بصفر هي نفس النتيجة اللي حصلت عليها يبقى انا متأكد ان المشت قالت صح 100% هذي بالنسبة للمسائل دي كده فخلي بالي كويس ولكن فيها بعض المسائل هنا هو حطيتها لنا في الهيكل يعني محتاج شغل شوية زي او نحفظ القاعدة زي قص ثلاثة او قص أربعة اللي تحت هي قص ثلاثة ممكن انا اخذناها وحلناها ابل كده بس قص أربعة هوركت تحلها ازاي وتحفظ القاعدة بتاعتها ازاي فتعال نشوف نفس الكلام هنا هنكتب القاعدة في البداية زي كل مرة يبقى F' F' X تساوي عبارة عن limit H approach to zero F' X plus H minus F' زي ما انت شايف كل كلام مكرر كل كلام مكرر ما فيش جديد علينا يبقى اذا دي عبارة عن كلام مكرر بيختلف فقط شكل الدال بيختلف فقط شكل الدال وبالتالي ابدأ نلخص المسألة بتاعتنا على جام يبقى احنا عندنا F' X موجودة اكتبها كما هي يبقى X Q plus 2 X plus 1 طب انا عايز مين يا شباب دقيت F X plus H معناها هستبدل كل X بX زايد H يبقى انا هنستبدل يبقى اعبارة عن مين X plus H هتبقى power ثري بعد كده زايد اثنين مضروبة في X plus H زايد الوح هنا power ثري لازم اعملها لازم اكون حافظ القاعدة الخاصة بي طب ايها القاعدة ان انا عندي كده اقول له A plus B power ثري تساوي عبارة عن A power ثري plus 3 A squared B plus 3 A B squared plus A B كيوب هاته القاعدة الخاصة بالتكعيب هاته بالنسبة مين بالنسبة للقاعدة الخاصة فانت اكتبها قدامك كده وغير A خليها X والB خليها H بس هذا كل ما اطلوب مني يبقى لازم احفظها القاعدة وبالتالي احفظ كده يبقى عندي هاتبقى X الاول X هاتبقى عندي X power ثري زائد A ثلاثة X power two H زائد ثلاثة X H power two زائد H power ثري هاته كده ابناهم ظلي معنا يبقى احنا زائد الجزء الثاني طبعا بعملها بضرب الاثنين مرة في ال X ومرة في مين في ال H يبقى ايزا كلها عاملها يبقى عبارة عن two X plus two H plus مين اروح بقى اجيب له F X plus H minus F X يبقى انا هستبدل او هلغي مين هلغي الاجزاء المتشابهة في الدلتين يبقى انا عندي X تكعيب ما تبقى هو يبقى ناتج الطرف ما تبقى هو ناتج الطرف يبقى 3 X squared H plus 3 X H squared plus H cube plus 2 H ابدأ استخدم المت بتاعتي يبقى ازا في الحالة تبقى F prime X تساوي المت ال H يبقى 0 وابدأ اكمل طيب هاكمل ازاي احنا اطرح احنا اوجدنا نكتبه 3 X squared H plus 3 X H squared plus H cube plus 2 H مقسم معالمين H نفس الخطوة هي هي ان انا باخد H عامل مشترك باخد H عامل مشترك يبقى ازا ناخد عامل مشترك يبقى limit H تقترب من الصف لما اخد H عامل مشترك يبقى الولى 3 X تربيع لان منها كاب واحدة لان H وص 2 مع H في ضرب H فاخد واحد يظل واحد زي H cube ننقص من 1 ب 2 وده 2 H اخدتها برا يبقى ظل 2 هقسم ها على H وهنا نقدر نكنسل H مع H مات بقى اكتب اعنا اقول limit H approach zero لمين 3 X squared plus 2 X H plus H squared plus 2 هستبدل اقول F نستبدل H احنا بنقول H approach to zero يبقى هنا هتبقى zero وده هنا هتبقى zero فزير مضروف اي حاب zero خلاص يبقى اذا يظل معنا مين يظل 3 X squared plus 2 هذه هي المشتق المطلوب روح اشتق هيا دول قعد الباور هنزل قس squared 2 X مشتقت ها 2 والسلب 1 مشتقت ها 0 يبقى انا عندي نفس الناتج حصلت عليها وبالتالي انت كده تعرف ان مسألتك صحية اي طريقة يبينحل به فخلي ذالي هي سؤال لابد منه يجي لك سؤال في المتحال مجموعة الاسهل هذه فلازم اتدرب عليها كويس السؤال عليها حوالي خمس درجات فما اخسرش خمس درجات او خمس علامات عشان انا مش عارف حل لا احنا حلينا في الحصة وادنا بنشرح مرة تاني والطريقة سهلة جدا بس اي اشو في قوس الست اتنين ازاي طب قوس باور ثري القوس ثلاث افك ازاي يبين لازم اكون حفظ القواعدة اكتبع قدامك واستبدل اكس الا بال اكس واستبدل البي بال اتش هتلاقي المسأة زي الفل اللي معاه فأخلي بالي منها هذي بالنسبة لهذا الجزء طيب تعال اي بانشوف المسألة التانية هنا باور فور باور فور ده يعني مشكلتها انها فكر القوس بتاعها غلس شوية ولكن انت لو حافظ لو فاكر بسكال بسكال تريانجل او مثالة بسكال انتو خطسها الفاسد هتلاقي الموصح لعليه طب ازاي خبت انتو مثالة بسكال بكده هيفكر كبير لما يكون عندك ا زائد ب قصة ثلاثة بيتبقى المعاملات بتاعت مثالة بسكال بهذا الشكل طب قصة اربعة يبقى ابدأ بالواحد وهجم الاتنين دات مع بعض باكدب اربعة وهجم الاتنين مع بعض دول باستة هجم الاتنين اربعة وبكدب اكتب واحد يبقى هيدا المعاملات اللي انا عايزة واحد اربعة ستة اربعة واحد واحد اربعة ستة اربعة يعني انا مش فاهم عادة نكتبها كده اقولك ا زائد ب بور بور فور الاولا واحد بس هيبقى عندنا ا اصة اربعة واحد في ا اصة اربعة طب الثانية يبقى الاربعة دي هنقص الاس بتاع الا واحد وتظهر معايا البي زائد الستة هنقص الاس بتاع الا واحد تبقى اتنين وهزود الاس بتاع البي يبقى اتنين زائد اربعة هنقص الاس بتاع الا اي تبقى اي اص واحد والبي هزود لها واحد تبقى ثلاثة اخر واحد تختفي الا وهيبقى معاملها بواحد يبقى تبقى باستكام الشربعة هذه هي القاعدة او الباور او الطريقة اللي انا بحل بها او افق بها القواس اللي هو باور فور عن طريق مثلث بسكات طيب انت خدت برضو السنة الماضية حياتان غير مثلث بسكات ايه اخدت حياتي اسمها البيانوميالثيروم البيانوميالثيروم لو انت فاهمها هتحل بها اسرع انا عندي اي بلاس بي باور فور مسلا اعملها اقول فور سي زيرو مضروف في اي والس فور وبعد كده البي هتبقى باور زيرو باور زائد اعمل ايه باور كده هزود دي كده واحد وزودها هنا ونقصها من هنا هذا اللي بعمله يبقى اربعة هتبقى سي هتبقى فور سي وان الاي هنقص منها عليها بدل منها اربعة نقص واحد تبقى ثلاث وزوده على البي تبقى واحد زائد اربعة سي اتنين اي تربيع بي والسي اتنين زائد اربعة سي ثلاثة اي او سي ثلاثة بي زائد اربعة سي اربعة وانا بي اتبقى السي كام اربعة دي اتبقى واحد ودي او سي ثلاثة طيب انا السي دي بجيبها زائد من الحاسب بضغط على شفت سواء الاديمه او الجديده شفت اول حيب بضغط اكتب اربعة وشفت ومفتاح القسمة اللي هو تحت اي سي بضغط شفت الاول شفت وهذا حصل شفت ومفتاح بتاع القسمة العادية اللي هو تحت مفتاح ياسين وباكتب اتنين مثلا اضغط اي سي دي نقيمة وستة فاحنا احنا لو عارفين الطريق اللي هو دي اسهلنا واسرع بعدما قال لسه هفك كله لسه هبتأكتب بالالحاسب هو هفك وكلام دهات فاخليني في الطريقة الاولى احسن طيب بعد كده ما عملنا يبقى هبدأ جاهز المسألة بتاعت يبقى زي ما قلنا كل مرة هنعمل نفس الكلامه يبقى احنا عندنا FFX هي عبارة عن نفس الدالة اللي هي X4 ناقص اثنين X تربيع زائد واحد هنبدأ بقى نوجد مين FX زائد H هتبقى كام هتبقى X بلاس H اول واحدة باور فور ناقص اثنين في X زائد H وباور 2 كمان بلاس مين بلاس 1 ابدأ فك القوس الاولان قصة اربع بالقاعدة اللي فوق دي يبقى كلام ده هقوله يساوي هستبدل X بال H ال A بال X وال B بال H يبقى عندنا هتبقى X باور فور زائد اربعة هتبقى X باور ثري هتبقى H بدلا احنا نشيل ال B ونحط H زائد 6 X تربيع H تربيع زائد اربعة X H تكعيب زائد H والسكام والسربعة ده فقط دي كل اللي انا عملته هو عبارة عن مفكوك القوس الاولاني طب القوس التانية ده فيه مصيبة تانية عندي اثنين وقوس تربيع بلاسة لسه هنعمل ياه هقوله كلام ده ناقص اثنين ونفتح القوس ونفتح ونحل القوس تربيع احنا نقوله القوس تربيع A بلاس B باور 2 هو عبارة عن A باور 2 2 A B بلاس B B باور 2 او B سكوير اه ادي القاعد يباستبدل تربيع الفيكس يسوي ايه نبدأ نبحث عن مين الحدود الشابه تفضل مين معي اشتاذ ما فهمت اللون لا صور دي قاعدة لازم كنا حفوزها يا خالد ها قاعدة لازم كنا حفوزها هل ضربت نزلت الرقم وضربت انا واحدة فيهم دي مش انت هكاعدة لازمك على دي يا خالد ايوان طيب ما هي دي قاعدة القاعدة بتاتي ايه انا عندي X او S اه X السارة بعضي زي دي بالضبط فلازم اكون حافظ القاعدة دي عشان اقدر احلها دي لازم اكون حافظها من غير من غير ما اكون حافظها مش عارف احل يبا انا لأ احفظها بعد كده احنا نعمل ايه انا عندي بدل ال A هي X فهاشيل حرف ال A واكتب X طب بدل B هي يمين ال H هاشيل ال B واكتبها H بس لازم يكون حافظينها القاعد دي اللي هي A O S 2 والA O S 4 والA O S 3 ولكن ان شاء الله مش هجيب لنا A O S 4 دي ان شاء الله مش هجيب لنا A O S 4 في الامتحان ولكن لازم اشرح لك وفاهم لك برضه لان هتاخد وقت معه فهو هيجيب لدي A O S 3 يا A O S 2 تمام ولكن نحفظها لربما احنا ما نحرفش اللي بيحط الامتحان دماغه فين بالزبط هل عايز فعلا يخليك انت تشتغل كثير في الامتحان ولا هجيب لك حية برضه مصيدة شوية فلازم نكون حارفينها برضه يبقى قواعد زي كده لازم نكون حافظينها انا عن نفسي لو مش حافظها مش يقدر فك قصة السربعة ففي بعض الحيات في الرياضيات يا شباب او الماث لازم اكون حافظها القواعد لازم تحفظ القواعد لازم تحفظ فعندنا مثلا هنبدأ هنجيب اف اكس زادت يبقى انا عندي مين ادي عندي اول جزءها ادي اف اكس وده كله اللي هو اف اكس زادتش احنا جيبناها نشوفه المتشابه انا عندي اكسوس اربعة يا خيال ده مع اكسوس كاب عندنا اربعة خلاص دوتها يضع مع بعض فعملت الطرح طيب سالب اثنين اكس تربيع وهنا فيه سالب اثنين اكس تربيع يضع مع بعض طيب هنا موجب واحد وهنا موجب واحد يضع مع بعض ايه اللي انا ما اعملتش عليه الدائرة هنا هو اللي هيبقى ناتج الطرح يعني هو اللي هكتبه يبقى يبقى عندنا كام يبقى عندنا اربعة اكسوس ثلاثة اتش زاد ستة اكسوس اثنين اتشوس اثنين زاد اربعة اكس اتش اثنين زاد اتشوس اربعة ناقص اربعة اكس اتش ناقص اثنين اتش تربيع هو دل بقى اللي هستخدمه في ايجاد في ايجاد مين المشتقة المطلوبة مني يبقى روح اطبق القاعدة فين القاعدة اللي عندنا قلنا نكتبها مرة تانية اه انا عندي f برايم x لازم اكون حافظها انها عبارة عن limit h تقترب من الصفر f x زائد h ناقص f x على مين على h احنا هذا المقدار هو اللي جبنا اخر حية تحتها f x زائد h يبقى اخده زي ما هو عوض بي يبقى انا عوض تعود مباشر كده يبقى اقوله كلابدو بيساوي limit h تقترب من الصفر البسطة عبارة عن من اه هابدأ من اول هذه الجزئية يبقى اربعة x تكعيب h زائد 6 x تربية h تربية زائد اربعة x h تكعيب زائد h اصاربعة ناقص اربعة x h ناقص ناقص اتنين h على مين عندنا على h بعد ما كتبت هذه الجزئية خد ال h عام المشترك من البسط يبقى اخد ال h عام المشترك يبقى اذا اقوله limit h تقترب من الصفر اخد ال h عام المشترك طب الاولى دي فيها h واحدة بس خلاص ضاعت كلها يبقى يظل بدل منها كام اربعة x اص ثلاثة الثانية هنا فيها x اص ثلاثة يعني h مضروف h اخدنا واحدة يبقى يظل واحدة يبقى تبقى عندنا زائد 6 x تربية h التانية فيها h اص ثلاثة يعني مكررة ثلاث مرات اخدنا واحدة منها يبقى دايما هنقص الاس واحدة يعني تبقى اص ثلاثة وده تبقى زائد h اص ثلاثة الجزء اللي هنا هو h واحدة بس اخدناها يبقى ضل معانا سالب اربعة x والاخيرة تبقى ناقص كام اتنين لان h خدتها بقى على مين على ال h بعد كده تكنسل ال h دي مع ال h دي يبقى ضل معانا مين ظل للجزء الاخيرة اقدر عاملها كده f اكس يساوي كام اي حاجة فيها h اعود عنها بصفر هنا تبقى بصفر وهنا تبقى بصفر لانا بيقول h تقترب منها الزيرو او الصفر يبقى اي حاجة في h تختفي تبقى بصفر يبقى ظل معانا مين ظل معانا اربعة x ناقص اربعة x ناقص اتنين هي دي المشتقل لنا محتاج طيب انا عايز اتأكد من سؤالي اروح بالله بالقواعد العادية قواعد الباور انا بنزل الاس جدام يبقى اربعة x ونقص من الاس واحد هنزل الاس جدام يبقى اتنين في اتنين باربع ونقص من الاس واحد مش تقت الواحد بصفر خلاص بها هل الناتج اللي انا حصلته ونفس الكلام ده اربعة x تقعيب ناقص اربعة x ناقص في حيانا جد زياد اه يبقى انا اغلق بصوا هنا يا شباب في حيانا هنا دي كام دي اتش اتنين انا هنا نسيت وكلامتها اتش بس ولذلك موضوع ان انا اروح اجيب اوجد المشتقة بالطريقة العادية بعد ما حل اتأكد لي حلي طب هنا خلاص يبقى كده في خطأه يبقى اذا هنعمل هنا اتنين وبالتالي طالما دي اتنين يبقى هنعمل ايه هنروح بقى نغير القوص دي هيظل فيها اتش بقى يبقى هنا تبقى مين اتش ونقفل القوات في هذه الحالة ايضا هذا الجزء هيبقى بصفر وبالتالي خلاص ضاعة الجزء اه فبوضوع الاشتقاق بقوانين العادية مهم جدا في الاخر عشان اتأكد اللي انا وصلت له هو الحل الصح ولا لا اه بطريقة بمجرد ما عملنا الاشتقاق بالقاعد الباور عرفنا انه فيه خطأ في المسألة فارجعنا لها بسرعة عشان نعرف يا الخطأ فيه ولكن انا اتوقع المسألة اوسة اربعة دي ما اظن اشي يجيبها لان انتم شايفين واحدة وقت طويل واحدة وقت طويل ولكن حاول تذكروها برضو هو لو جاب لي في الامتحان بيجيب لي اما اوسة ثلاثة اما اوسة اثنين طب وممكن يجيب لي البسطة خارج مثلا يجيب لي كسر اذا كنت ارى بسطة مقام عادة هناخد المسألة اللي فيها كسور دلوقتها المسألة اللي فيها كسورها يبقى احنا القاعدة اكتبها اول شي نكتب القاعدة او التعريف اللي انا مفروض استخدمه في حل السؤال اللي هي عبارة عن مين F برايم X يساوي اغلو limit H تقترب من الصف F X زاد H نقص F X على H هنا بقى مش هنصحك بالموضوع لعلى الجنب ده اننا اجيبهم على جنب لحالهم انه لما ليش هي لازمة منهوش اي لازمة فهضطر اعملها في الكسور زي كده اعوض مباشرة يبقى اقوله كده limit او اكتب له مشتقل اول يبقى F برايم X ونخلي بالنا من رقم 9 دي هقوله limit H تقترب من الصف انا الجزء الاولان هنا عايز F X زاد H يعني انا هستبدل X بX زاد H يبقى يبقى عندنا ثلاث يبقى عندنا ثلاث على هذه X هكتبها بدل منها X زاد H طب زاد مين بعدها زاد 1 طب ناقص F ما هي نفسها F يبقى كله ثلاثة على X زاد 1 على مين عندنا على H يبقى انا لو كيبت على جنب ما كانش لها لازمة لانا ما فهاش اختصارات ما لهاش اختصارات ولكن انا ممكن اخد دي على جنب كده واحلها لوحدها بعد ما اختصرها اجي كتبها تاني مش مشكلة تعالي نحل نكمي على طول احنا هقولي الكلام دي سوك بصوا معنا يبقى اقوله limit H تقترب من الصف ال H دي موجودة في المقام طبعا ما موجودة في المقام عشان ما تعبش نفسي اعملها كده اعملها بهذا الشكل شباب اقول 1 على H ونفتح قص كبير يبقى انا خلاتها على جنب كده في المقام عشان ما اغلطش طب اللي باص هكتبها لك زي ما هو بقى نعمل الطريقة خطوة العبادية X زاد H زاد 1 ناقص 3 على X زاد H بالطريقة دي هنا بقى نبدأ نوحد المقامات وكده مش هنغلط أبدا طبعا ما كابت ال 1 على H على جنب دي طبعا 1 المقامات ازاي نرجع لطريقة 9 صف 9 يبقى limit H 1 على H على جنب ونفتح قص توحيد المقامات يعني هضرب لتنين مع بعض X زاد H زاد 1 هضربها في X زاد 1 ازاي X الاولى لا X زاد 1 دي دي X زاد 1 نا يبقى X زاد 1 يعني بعد ما ضربت لتنين دقائق مع بعض يعمل cross product هضرب هبدأ من الشمال كده هضرب دي مع دي وهضرب دي مع دي يبقى هنضرب الثلاث مع X زاد 1 وبقى علامة الناقص الثلاث هضربها مع X زاد H زاد 1 كده بهذه الطريقة ان شاء الله مش هتغلب هبدأ اختصر البسط يبقى limit H أبروش توزيرو واحد على H على جنب كده ونختصر المقام ما فيوش اختصرها X زاد H زاد 1 في X زاد 1 طيب بعدين لما نفك الأقواس تعال نفك الأقواس ونختصرها على السريع كده أنا عندي 3X زاد 3 في القوص الأولى القوص الثاني يبقى ناقص 3X ناقص 3H ناقص 3 تفكت الأقواس عشان مش عايز اكتب خطات كدير فتلاحظ ان موجب 3 مع سلب 3X موجب 3 مع سلب 3 ظل فقط سالب 3H خلاص يبقى حنا كده فكنا نقص واختصرنا خطوة واختصرنا طبعا في الامتحان انت ممكن تكتبع عادي الخطوة دي يبقى limit H أبروش توزيرو واحد على H طيب مش دي مضروف سالب 3H على X زائد X زائد واحد في X زائد واحد طبعا انا عندي هنا X في البسط وX في المقام نكنسلهم مع بعض يبقى دي هادام عادي خلاص كده انا مشكلة تحلت اه ابدأ اعود تعود مباشر يبقى كلام دي بيساوي البسط هيبقى سالب 3 المقام هيبقى عندنا X طبعا انا عندي X في المقام هنا هتختفي لانها عوض عنها بصف يبقى اصبحت X زائد من زائد واحد طب والقص التالي ما فيش حال يبقى X زائد واحد ثان فهنا اقدر اقول كده ازا في الحالة الاخيرة F برايم X سالب 3 وهنا القصية شبه بعض فبكتب قص واحد واضع عليها قص اتنين وتبقى المسألة خلصت هاد السؤال يبقى المسألة اللي فيها قصور الكاسر كده بص مقام انا بكتب مباشرة اوحد المقامات يبقى الفكرة بتاعتها هي عبارة عن توحيد المقامات عشان اقدر احل المسألة فاي كسر زي كده يجيبه لنا مباشرة الطريقة بتاعتها قدام لا اكثر ولا اقل طبعا هنا في الكسور ما يقدرش يجيب لي X تربيع فيها ولا حاجة لانها صعبها علىنا بكتير فاخره يغير مين يغير الرقم ده ويغير الرقم ده ويغير الرقم من قدام الX يخليت نية المسألة فدي اخر حاجة يقدر يعملها معنا عشان لو عملناها تربيع في المقام ده عايزة موال طويل وهتبقى المسألة طويلة جدا طب لو عملناها تقعيب اطول واطول فدايما هتلاقوا المسألة فيها الكسور هيجيبها لك من غير تربعات ولا شيء هيجيب لك X فقط لغير عشان المسألة تبقى سهل تفضل اه دي سؤال الكتاب احنا في الكتاب يجب لك تقول لها خالب السؤال رقم 17 سؤال الكتاب فهذا لازم اتدرب عليه صح قدامنا لسه أسبوعين هو على الأقل قبل الامتحانات امسك السؤال دي بالذات اتدرب عليه مرة واثنين وعاشرة عشان ميضعش مننا فنخلي بقى هو جايب حتى الآن تقريبا هو عدد الأسئلة حطت هنا كام في النوعية دي من الأسئلة يعطينا كام من واحد لاثناشر اتناشر سؤال هيجيب منهم واحد هيجيب منهم واحد طبعا ممكن يعني بكريم هو علينا شواء يجيب لنا مسألة زي الأولى دي خطوة وانتنين خلصت بس عايز يجيب زي التانية برضو مثلا معقولة فدايما اللي هو عند اكسس او واحد دي مسألة اقدر استخدم من الصغة البديلة فالصغة البديلة شرحنا المرة فاتت اسهل لما يكون عندي اكسس او واحد او اكسس او اثنين واكلام ده اما بالنسبة للمسألة التانية هنا مفهاش قيمة الاكس بكم فهنضطر احنا نحسبها بها بالطريقة العادية بتاعتنا اللي هي من غير الصغة البديلة لا هستخدم التعريف الاصلي اللي احنا بنكتب كل مرة قدامنا فهذا بالنسبة مين بالنسبة لهذا السؤال تعالوا بقى نشوف حياتين اعبصوا ازا ما قلت لكم يغيرها يغير ارقام نفس المسألة فوق بس احنا بدل الثلاثة اللي فوق خلناها اتنيا بدل ما كانت واحد خلناها اتنيا وبدل ما كانت عندنا موجب واحد خلناها سالب واحد هذا ليه يقدر عمل معنا في الدالة الكسرين ميقدرش عمل حاجة تالة اكتب كده فهي بعمل نكتب القاعدة ونحل يبقى اقدر اقوله كده القاعدة بتاعت اف برايم فساوي اقوله اتش عبارة عن اف اكس مين نبدأ نعوض لانا هقولنا الكسور ما ينفعش يجيب على جنب لازم اعوض مباشرة اف برايم اكس يساوي يبقى اتش تقترب من الصف ودايما طالما عندي كسر زي كده يا شباب الاتش دي اللي في المقام اكتبها كده ورايح نفسك واحد على اتش وعمل قص كبير اريح لك في الكتابة وفي الاختصارات طيب انا عايز عايز مين عايز اكس زائد اتش يبقى انا هستبدل الاكس اللي هنا دي باكس زائد اتش يعني هتبقى كام هتبقى اتنين البص زي ما هو اتنين هوا هتبقى اتنين عالى بس خلي بالك اتنين الاكس يبقى هعمل قص وهكتب بدلها اكس زائد اتش بقى ناقص واحد طيب ناقص ماها اف اكس طب اف اكس هكتبها زي ما هي يبقى اتنين اكس ناقص واحد اين يجي يجي دور توحيد المقامات توحيد المقامات بس ممكن نفكه القوس اللي تحت اه ممكن نفكه وممكن نسيبه زي ما هو عاد ما عندناش مشكلة بس يفضل نفكه القوس اللي تحت يبقى كلام بيساوي كام هقوله يساوي limit ال H approach to zero واحد على H كده على جن هتبقى اثنيا الكسر الاولان يبقى اثنيا X زائل اثنيا H ناقص واحد ضربت الاثنيا مرة في ال X ومرة في ال H طب الكسر الثاني زي ما هو اثنين على اثنين X ناقص واحد نبدأ بقى في هذا الجزء نعمل توحيد المقامات توحيد المقامات من الصعب انا بضرب المقامين مع بعض وبعمل يا cross product يبقى هخلي بالي ودائما ابدأ من يسار في وقت يبقى ايزا في هذه الحالة اقوله كده limit H approach to zero واحد على H ونبدأ نوحد المقامات ازاي الاولاني هكتب في قوس كده اثنين X زائل اثنين H ناقص واحد فقوس والتاني هكتب اثنين X ناقص واحد فقوس باقي عملية cross product او او دا الضرب التبادل يبقى هضرب الاثنين هاضربها في اثنين X ناقص واحد والإشارة الناقص الاثنين اللي التاني دي هاضربها في كام في اثنين X زائل اثنين H ناقص واحد في هذا الشيء هنفك الاقواس اللي فوق دي ممكن نعملها بالقلم رصاص حتى في الامتحان مش مش مشكلة يبقى يقول دي عبارة اثنين X ناقص اثنين وده هتبقى سالب اربع اكس سور الاولى سالب اربع اكس برضو عشان اثنين في اثنين ما حدش لمح فيكم يبقى عندنا الاولى هتبقى اربع اكس يبقى اول واحدة في مجزئة اثنين في اثنين يتبقى اربع اكس ناقص اثنين طب هاضرب دي ما علي يبقى سالب اربع اكس سالب اربع اتش سالب اثنين هنبدأ نختصر اربع اكس بالموجب واحدة بالسالب بقى سالب اثنين واحدة بالسالب والتانية بقى هتبقى سوري ها برضو ها برضو بس خلال بالك والاشارات لازم يضيعه مع بعض اكتشفنا بقى سالب في سالب وتحوله الى موجب يبقى اذا واحدة واحدة هتضع مع بازش يبقى ظل فقط معنا في البسط مين ظل معنا في البسط هتبقى limit اتش ابروش ستو زيرو البسط بالكام بس خلال بالك انها في واحد على مين على اتش مضروبة فيه ممكن نشيه لقواس عادة كبيرة عاد له يبقى سالب اربعة اتش قصومه على اتنين اكس زائد اتنين اتش ناقص واحد باتنين اكس ناقص واحد نبدأ نخصص الابقى الاتش اللي فوق مع الاتش اللي تحت يبقى ظل معنا مين ظل سالب اربعة يبقى يقوله كده اكس تساوي او نكتب الخطوة التانية عشان هي بحد شي دي يتلكك له وينجزك حاج يبقى كلام دي بيساوي اتش تقترب من الصفر خلاص الاتش راحت يبقى ايه اللي ظل معنا سالب اربعة في البسط والمقام اتنين اكس زائد اتنين اتش زائد ناقص واحد ناقص واحد مضروف في اتنين اكس ناقص واحد ابدأ بقى عوض عن الاتش بصفر يبقى ديها تختفي خلاص والباقي يظل زي ما هو يبقى اصبع اننا سالب اربعة على اتنين اكس ناقص واحد مضروف في اتنين اكس ناقص واحد طالما القصيا شبه بعض يبقى اقدر اعمل قص واحد ولكن قص اتنين هي دي المشتقة اللي أنا محتاج هتقول لها تأكد ازاي عليها ممكن تتأكد عادي باستخدام مين قاعدة الباور طب ديها قاعدة الباور ازاي ما هي بص مقام اعملها كده اف اكس اخليها اتنين ودي معناها قص واحد هنا قص واحد يبقى اعملها كده اتنين اكس ناقص واحد فلما تيجي من تجيب المشتقة باستخدام التشين رول او قاعدة سلسلة هنزل قص قدام يبقى سالب اتنين ونقص من قص واحد تبقى سالب اتنين وهضرف ومشتقة اللي جواب اتنين تطلع معاك سالب اربعة ودي قص اتنين تنزل تحت في المقام فتطلع نفس الكلام بالزبط اللي احنا جيبنا هذي بالنسبة مين بالنسبة لهذا الجزء وعملية التأكد منه يبقى الكسور لما يطلع منها عاي حيزة كسر ازا كده اهم سواء الاكس جدامها رقم او الاكس ما جدامها اش رقم حلنا الاثنين عشان نتعلم ازاي نتعامل معها فنخلي بالنا من هدين هذه نوعية الاسرة الخاصة مين بالكسور طيب بالنسبة للجازر اتعامل معها ازاي زي ما قلتلك اهو انا بس هحل واحدة الوردة بس لازي اتنين شاء وبعض انا عندي هنا ثلاثة اكس وهنا اتنين تي هنا موجب واحد هنا هيا 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 ارقام برضو الجزور مش هينفع اخدها على جنب واخدها اختصر لانه ما فيهش اختصارات فيها فاعوض على دول اكتب القعدة واعوض وبالتالي اقول لك انا عم يحتاج f prime x يبقى يساوي limit ال h تقترب من الصف هي هي نفس القعدة بتاعت كل مرة لانه هو نفس السؤال اللي هو مطلوب مني يبقى f x على مين عندنا على h طيب يساوي كام يبقى بدأ عوض يبقى f prime تساوي limit h طيب طريب من الصف هنشيل كل اكس ونضع بدل اكس زاد اتش يبقى الجزر التربيعي لتلاتة التي دي هعملها خلاص طالما حرف ت يبقى احنا نخليها حرف ت يا شباب كلها يبقى نخلي كل دي بدلالة مين بدلالة ت طالما حرف هو اعمل لي حرف ت يبقى احنا نخليها حرف ت خلاص يبقى عندنا دي هتبقى هنا f prime t وده هتبقى t وهنا حرف ت يعاد يبقى عندنا ثلاثة هتبقى t زاد اتش بدلالة ت لأولا زاد مين زاد واحد ناقص الجزر التربيعي ft يبقى هي هي نفسها يبقى ثلاثة t زاد مين زاد واحد على مين على اتش هنا بعمل هنا بعمل ياها تعالى ما عندك جزور اضرف في المرافق بس طالما اضرف في المرافق هو في ازاي هذا اعمل نقطة كده جنبها واعمل شرطة مرافق الجزر يبقى ايزا نغير الاشتراك في الوسط يبقى عبارة عن الجزر التربيعي لثلاث تي زائد اتش زائد مين واحد اتبقى زائد الجزر التربيعي ثلاثة تي زائد واحد على مين على نفس الكلام هو هو لنا بضرب البسط والمقام في نفس الشيء زائد الجزر التربيعي لثلاثة تي زائد واحد عملية الضرب اسهل منها ما فيش بس خلي بالك وركز يبقى هقوله لمت اتش تقترب من الصفر لما اضرب جزر مع جزر يضعي الجزر لما اضرب جزر مع جزر لانا هضرب الجزر الاول مع الجزر الاول يضعي الجزر طب ايه اللي تحت الجزر هو اللي يظل معنا يبقى ثلاثة في تي زائد اتش ناقص زائد واحد هذا الاولان ناقص طب من هضرب جزر مع جزر يبقى يظل معايا تلاتة تي زائد واحد ولكن يخلي بالنا طالما دولت حديان اوعى تنسى تعمل فقوسيا طب المقاب اكتبهم زي ما هم جمع بعض اعمل كده اتش واكتب الباقي فقوس يبقى الجزر التربيعي ثلاثة هنا ممكن نفك الاقواس احنا بنكتبها عادي يبقى ثلاثة تي زائد ثلاثة اتش زائد واحد بعدك زائد الجزر التربيعي لثلاثة تي زائد مين زائد واحد بهذا الشب طيب بعد كده اعمل ايها نفك الاقواس بتاعة البسط يبقى لمت اتش المقام مش هنعمل في حية تاني فهنكتب هنا المقام زي ما هو عشان ما اكتبوش كدير يبقى هكتب نفس المقام هو هو طب بالبسط نفك الاقواس يبقى انا عندي ثلاث تي زائد ثلاثة اتش زائد واحد ناقص ثلاثة تي ناقص واحد على المقام نكتبه بالمرة وخلاص عشان نختصر يبقى عندنا مين الاتش الجزر التربيعي اتش يبقى عندنا اتش بقية الجزر نفتح قواس الجزر التربيعي لثلاثة تي زائد ثلاثة اتش زائد واحد زائد الجزر التربيعي ثلاثة تي زائد واحد نبدأ نشوف البسط اتلاحظ اننا عندك موجب ثلاثة والسلب ثلاثة دي بعض ضاع وموجب واحد مع سلب واحد خلاص يبقى ظل الاتش تلاثة اتش تلاثة اتش دي اقدر اختصر الاتش مع الاتش بعقين بدلا مكتب خطوة تانية زيادة يبقى انا اختصر يبقى اقوله كده الاتش تقترب منصف شلنا شلنا الاتش اللي فوق مع الاتش اللي تحت يبقى يظل معنا في البصية يظل الثلاثة طب المقام هيبقى عندك الجزر التربيعي ثلاثة تي زائد مين زائد اتش زائد ثلاثة اتش يبقى احنا عندنا ثلاثة تي زائد ثلاثة اتش زائد مين واحد زائد الجزر التربيعي لثلاثة تي زائد واحد ابدأ عوض عن اتش بصفر يبقى ثلاث لما عوض عن اتش بصفر هتختفي دي ثلاثة اتش ثلاثة ضرب زيرو بزيرو يبقى اصبع عندك جزر اسمه ثلاثة تي زائد واحد زائد الجزر التاني مفوش احارف ايش خالص يبقى يظل زم هو طب جزر زائد جزر يعطيني اتنين الجزر يبقى ثلاث واثنين الجزر هو هو ثلاثة تي زائد مين زائد واحد كده هي المشتقة اللي احنا عايزينها هادها هي المشتقة اللي انا عايز طب انا عايز اتأكد من اجابتي بسيطة الجزر التربيع في قاعد احنا حافظينها المفروض ان انا لو عندي دي باي دي اكس للجزر التربيع اف اكس نقول اياه الاتنين الجزر زي ما هو فمشتقة اللي جوه طب ما نطبق الكلام ده هقوله ايه ابقى اتنين الجزر بهذا الشكل مشتقة التلاتة هتي بكلام بتلاتة هتبص اللي احنا عايزينها اوجدناها هتلاقي هي هي هاده بالنسبة لقواعد الاشتقاق باستخدام مين التعريف طبعا انه رقم اتناشر دي خلاص زي المسأة الاولى عايزك تحلها وبعتلي حلها على الوطس عادة في المساك عشان رجح حولك هي هي انت امشي بنفسي خطوات اللي ما شهيتها في رقم 11 ما فيهاش تغيير الارقام بس انت هتغير الارقام وفي الاخر هتطلع معاك عنها هبقى عندك هتضيع اتنين فمع اتنين تطلع معاك في النهاية عبارة عن مين هتطلع معاك واحد على الجزر التربيعي تي زي اربع اتنين تي زي اربع دي نتيجة النهائية تطلع معاك بازاش فانت حل وابعتها على الوطس عشان رجح حالك عشان ما باش فيه احنا مساء سيبناها خطو هذي بالنسبة للسؤال المطلوب مننا استخدم تعريف المشتقة لإيجاد المشتقة استخدام تعريف المشتقة لإيجاد المشتقة نجي بقى للدرس اللي احنا ملحقناش نشرحه وانتوا قلتوا عايزين نبدأ في الهيك اللي هو الاشتقاق الضمني او الامبليستي دفرنشيشن الامبليستي دفرنشيشن ده هو نفس الاشتقاق العادي ونطبق فيه قوانين الاشتقاق العادي خالص ما فيش اي مشكلة فيه بس هنا في حتة بسيطة احنا بنزودها يعني ايه يا بقى تعالوا مع بعض نشوف لما ليه نشتق كده اجيبها بس اجيبها بس في صفحة فاضحة كانت هنا اشرحها فانا لما اجي اشتق مثلا دي باي دي اكس للإكس تربيع انا هنا باشتقي بالنسبة لإكس ودي اكس فعادي هنزل اسه قدامه نقص من نواح طيب دي باي دي اكس للوي تربيع مثلا هنا بقى يفرق انا باشتق بالنسبة لإكس واللي عندي واي فهتبق القاعدة عادي يبقى اتنين واي اس واحد وهاضرف في مين في مشتقة هذا الرمز بالنسبة لإكس طبعا للسهولة دي هنا اس واحدة للسهولة هنعملها كده اتنين واي ودي واي باي دي اكس هنعملها ايه واي برايم ادي الفرق الوحي يبقى ايذن قواعد الاشتقاق هي هي مع الاشتقاق الضمني ولكن انا باشتقي بالنسبة لإكس وعنده حرف الواي يبقى هلزق جنبيه على طول واي برايم مباشرة طبق القاعدة حط جنبيه واي برايم هذه الفرق الوحيد اللي احنا المفوض نبقى عارفينه طب كيف نشتغل عليهم مع بعض الاسئلة ونشوف نحلها ازاي فمثلا السؤال الاول وانا ارجح اللي هيجيبه في الامتحانات يعني الغاية تقريبا من هم اللي ممكن يجي لنا في الامتحانات لغاية السؤال مثلا اكتر حاية بك يتكرر يعني مثلا لغاية الثمانين ولكن ما يتركش الباقي يعني هشرح هشرح كلهم واحلهم لك كلهم بس خلي بالك لان هو محددنا كم سؤال هنا محددنا من خمسة لستاش يعني حوالي اتناشر سؤال شخلي بالك اولا الاولى هنا وهنا خلي بالك دي هنا الاكس مضربة في الواي يبقى هستخدم البرودكت رول او هستخدم قاعدة الضرب فأخلي بالي من ايه ما هي انا بقولك انا هستخدم القواعد عادية خالص الضرب القسمة الpower اتشن رول كل دي هستخدم عادي بس لما الاقي وانا بشتقي بالنسبة ال اكس وعندي واي ادي كتب جنبها واي براية زي ما هعمل الوقت فانا ايه بالنسبة لقاعدة الضرب قاعدة الضرب قولك انا نشتقي الدالة زاد الدالة الاولى مضروبة في المشتقي دي قاعدة عايز تكتبها اكتبها مش عايز تكتبها ما اكتبهاش في الامتحاء مشكلة زاد طبعا دي مشتقتها سهلة الثلاثة زي ما هي ثلاث مشتقت الوي بالنسبة لل اكس يبقى سميها واي براية لانها هيب عندك دي باي دي اكس واي فدي يعتبر هي اسمها دي واي على دي اكس اللي احنا حافظينها من زمان انها واي براية يبقى الوي لحالها كده في الاشتقاق بحولها واي برايم يبقى الوي لحالها احولها الوي برايم لو معها رقم بكتب الرقم نفسه هو طيب الكلام دي الطرف اليمين تعالي شوفوا طرف العسار انا باشتقي بالنسبة لل اكس ومشتقت الاربع اكس بكلام باربع مشتقت الاربع اكس باربع عايزيني اكتبها بالتفصيل عشان انتبعوا المسألة كلها ما وجودها بالتفصيل هقول كده ان انا عايز اشتقي بالنسبة لل اكس دي باي دي اكس لثلاثة واي يساوي دي باي دي اكس لمين لاربع اكس هاز الخطوة انت تقدر منكتبهاش في الامتحان ومش هيقدر ينقصك حاجة طب القاعدة لطول طيب هنا بقى الجزء الاول ده انا عايز مشتقت الاربع يبقى عبارة عن كام اثنين اكس مضربة في التانية هي واي تربية اكس تربية هاضربها مشتقت واي تربية طب ده فيها اسس يبقى هنزل اسس قدام ونقص منه واحد تبقى واحد ثم هاكتب بجوارها مباشرة واي برايم اول ما لقى حرف الواي هطبق القاعدة عادة وبعد كده هاكتب جنبيها واي برايم طب يساوي زائد الثلاثة دي يبقى ثلاثة زمية والواي هتبقى واي برايم لانا هاشتقي بالنسبة لل اكس يساوي مشتقت دي بالنسبة لل اكس مشتقت اكس بواحد طب هو يبقى يظل مين عندنا يظل الاربع ايه المطلوب بعد الاشتقاق اخلي واي برايم في طرف والباقي كله في طرف ثاني طب انا عندي كم جزء واي برايم جزئين واي برايم هم يبدو يظلوا مع بعض الجزء المفوش واي برايم هينتقى الناحية التانية يبقى عندنا اتنين اكس تربية واي طبعا واي وصح يكتب واي خلاص وهنا واي برايم بقى كده يساوي الاربع هننقل هذا الجزء الطرف الثاني بإشارة مخالفة بقى اتنين اكس واي سكوير اه في جزء نسيتنا بقى الجزء في الواي برايم يا شباب يبقى عندنا الواي برايم عبارة عن كام يبقى عندنا لسه زائد عندنا ثلاثة واي برايم يساوي هننقل بقى يبقى اربع ناقص اتنين اكس تربية الجزء الاول ده اخد منه الواي برايم دايما معامل مشترك يبقى لما اخد عامل مشترك وي برايم يبقى اتنين اكس سكوير واي بلاس ثري والواي برايم خط عامل مشترك يساوي كام نفس كلام هو طب انا محتاج وي برايم دايما هتطلع معاك بسطه مقام المقام عبارة عن مين اللي هنا هو دايما الحاجة اللي موجودة مع الواي برايم حطها في المقام يبقى اذا في هذه الحالة تبقى كام يبقى عندك اتنين اكس تربيع واي زي ثلاثة طب والباقي اللي بعد علامة تساوي خلاص اكتبه في الباست زي ما هو كده احنا اوجدنا مين اوجدنا المشتقة المطلوبة مني الواي برايم عن طريق الاشتقاق مين الضمنين عن طريق الاشتقاق الضمنين دي الفكرة بتاعتها فهمت الافكار زي كده المساء اللي باقين كلهم نفس الطريق انا بطبق القاعدة ولكن لما اجي اشتق الواي اشتقها اطبق قاعدة عادي بس اكتب جنبيها واي برايم قاعدة الفرق الوحيد بهم غير كده ولا فيه اي فرق تاني بس اخلي بالي انا عندي قواعدة ضرب وقاعدة القسمة لها الكوشن وقاعدة السلسلة لها دي لازم اعرفه وإلا مش عارفة حل الاسلة فاخلي بالي المسألة اللي بعدها رقم 6 تعالي نشوفها هانا اختلف طوالاء انا هنا برضو نفس الكلام التلاتة اكس دي باعتبرها دالة والواي اوست لا تعتبرها دالة يبقى دي حاصل ضرب دلتين يبقى اشتقتها بالطريقة العادية بتاعتنا مشتقت الاولى كام سنة مضروبه في الثانية اللي هي واي تكيب زائد الدلة الاولى مضروبه مشتقت الثانية ده اوست ثلاثة يبقى نزل الثلاثة قدام ونقص من الاس واحد وطالما واي نكتب بجوارها واي برايم ادلاء احنا عايزين نعمل في الامتحان طيب ناقص اربعة اكس طب ما هالاكس مشتقتها بواحد يبقى نقص اربعة زي ماين طب الواي هنزل الاس قدام وبقى اثنين في عشر يعطينا عشرين ونقص من الاس واحد تبقى واحد بس اوعة تنسى تكتب بجوارها واي برايم اوعة تنسى تكتب بجوارها واي برايم اصبع عندك جزئين عندنا هنا الجزء ده في واي برايم والجزء ده في واي برايم انقلهم من ناحية التانية انقل واحدة مع التانية يبقى اصبع عندنا الاس قد يدبها ثلاثة واي تكعيل ناقص اربعة يساوي يبقى عندنا عشرين واي واي برايم هننقل دي بشرة مخالبة بس خلي بقى اضرب ثلاثة في ثلاثة اضحصها تسعة اكس واي سكوير واي برايم خد الواي برايم عمل مشترك يبقى عشرين واي ناقص تسعة اكس واي تربيع وادواي برايم خلاص كده المسخ يبقى وي برايم يساوي كام دايما اللي مع الواي برايم يبقى في المقام يبقى ايذن عبارة عن عشرين واي تسعة اكس واي تربيع طب والباقي الوثلاثة واي تكعيل ناقص اربعة هدى اسلة اسلة سهلة طبعما انت عارف كيف تطبق قواعد الاشتقاق الاختلاف الوحيد لما اجل الواي مثلا واي اس ثلاثة هنزل اس قدام ونقص من واحد بس يجبها على طول اكتبواي برايم طب الاكس لا هنزل اس ونقص من واحد خلص يبقى الفرق بسيط جدا بس خلي بالي وما نساش طيب لو انا عندي علامة الجزر اذا كده ايه المشكلة ولا حاجة احنا عحفظين قاعدة الجزر التربيعي قاعدة الجزر التربيعي قلنا كده ان انا عندي دي باي دي اكس الجزر التربيعي لاي دالة مثلا هي عبارة عن اتنين الجزر نفسه وبفوق مشتقط لجوة الجزر ادي طيب نطبق القاعدة احنا عندنا جزر تربيعي يبقى اتنين الجزر طيب اللي جوة الجزر ده بدي حاصل ضرب دلتين واحدة اكس واحدة واحد يبقى اطبق قاعدة الباور قاعدة البروتاكت اللي هي قاعدة الضرب طيب هنطبقها ازاي هقول مشتقط الاولى يبقى بواحد مضربة في الثانية زائد الاولى اللي هي الاكس مضربة في مشتقط الواي تبقى واي برايم خلصنا من هذا الجزء طيب ناقص هنزل الاس قدام تبقى تمانية واي ده اه انا بشتق واي لا يبقى جنبيها واي برايم على طول هيساوي طيب الاثناشا مشتقطها بصفر اي مقدار ثابت مشتقطه بصفر طيب بس هنا اعمل يا ارحل دي بشارة مخالفة كنا عشان يعني ازبط المسألة بعدين يبقى في هذه الحالة تبقى عندنا واي زائد اكس واي برايم اتنين الجزر يساوي ثمانية واي واي برايم هنا طبعا نخلي بالنا انه دي مقامها كام واحد فهنعمل كروس بروداكت زي كده عشان نخلص من المقام عشان نشيل المقام دي خالص يبقى اصبع عندنا مين اصبع عندنا واي طبعا واي زائد اكس اهدرابة في واحد تظل زمين اه اكس واي برايم وهنا اتنين في تمانية هتبقى ستاشة واي بعدها جزر اكس واي وبعدها الواي برايم ولكن انا عندي واي برايم في الطرفين فهجبهم مع بعضهم الاتنين يبقى هننقل مين هننقل هذا الجزء هنا يبقى اصبع عندنا الواي تساوي ستاشة واي جزر اكس واي ناقص اكس وكمان كده هاخد اياه اخد الواي برايم عامل مشترك بالمرة ابنا عملت خطوتين في خطوة واحد نجلنا اكس واي برايم من ناحية التانية ثم اخدنا الواي برايم عامل مشترك طب الواي برايم بكام يبقى قلوا الواي برايم دوسيا دايما اللي مع الواي برايم يبقى في المقام عشان ما تحيرش نفسه يبقى عندنا ستاشة واي جزر اكس واي ناقص اكس والبصة يبقى عندنا بواي هادا كل الطريقة اللي احنا بنحل بي ما فيهاش اختلاف خالص طالما انت حافظ القوانين غير حية واحدة لما اجي اشتقل واي او اي حية فيها واي ادي كاتب بجوارها على طول يعني عمية ضرب مضروبة في واي برايم اللي هي مشتقة الواي بالنسبة للأكس نجي للسؤال التام عندنا نخلي بالنا منه شوية بيقول لي صين اكس واي اذا يساوي اكس تربية ناقص واحد طب ما انا عندي دلة مثلاثية الدلة المثلاثية بها اطبق قوعد اشتقاق الدلة المثلاثية الصين مشتقتها ايه شباب كوسين كوسين يبها اكتب هناك كوسين واي كس واي زي ما هي ولكن خلي بالك مطلوب ان اضرب في مشتقة الدلة اللي مع الصين طب ما دي حصل ضرب دلتين واحدة اكس واحدة واحدة يبها اطبق قاعدة الضرب طيب هقوله كده مشتقة الاولى بكام بواحد في الدلة الثانية اللي هي الواي زي الاولى اللي هي نفس الدلة اكس هضربها مشتقة الواي مشتقة الواي يعني واي برايم خلصنا من هذا الجزء ايساوي اكس تربية يبها نزل الاس قدام ونقص منه واحد خلاص باتنين اكس طب نقص ثلاث ما هيدي بصفر طيب لانا مشتقة المقدار الثابت بمقدار ايه بصفر طب هعمل ايه لكتاين يبها كونين بعمله ان انا عندي قواص يا شباب مضرب فيها في كوصين يبمر هذا البالكوسين في الجزء الأول ومره هذا البالكوسين في الجزء الثاني يبقى أحصى على مين على Y كوسين XY زائد هذا البالكوسين في الجزء الثاني عبارة عن مين عبارة عن الجزء الثاني لحظة يا شباب طيب نكمل يبقى هاضرب هنا خلي بالك في x و y prime يبقى عمينا كده x y prime مضروبة في cos x y دائما اي حين خليها قبل cos x y احسن يساوي 2x طيب انا عندي هذا الجزء فقط اللي هو في y prime يبقى خليه في نفس المكان وهننقل الجزء التاني بإشارة مخالف يبقى اصبح عندنا x y prime cos x y تساوي 2x y cos x y طيب انا عايز y prime خلاص بل مساء خلصة فين اللي مع y prime y prime معها x ومعها cos ينزلوا هنا في المقام يبقى ايزا في هذه الحالة يقولوا كده x cos x y طيب الباقي تكتب في البسط هذا بالنسبة مين لهذا السؤال وخلص على كده يبقى استخدمت فيه نسبة مثلتين استخدمت فيه قاعدة الباور قاعدة البرودكت اللي هي حصل الضرب فاستخدمنا فيه قاعدتين هذا بالنسبة للسؤال فخلي بالكم من الاسلة دي هم اطناشر سؤال لابد منهم يجي سؤال طب اطناشر سؤال وقدامنا لسه على جل باش نقدر نفهمهم صح باش نقدر نتدرب عليهم لقى عندي الوقت كافي عشان نتدرب عليهم نجي للمسألة زي المسألة رقم تسعة دي يا ترى اصرف فيها ازاي انا لو خلتها بالشكل ده هتطول معي المسألة على زيادة على اللزوم فباعملها يا شباب في الحالة زي كده انت قولي ان النظيمة قامها واحد واعمل كروس برو داكت بهذا الشكل عشان تستريح من مين من الكاسر وتبعد عن قاعدة القسمة لان قاعدة الضرب اسهل من قاعدة الضرب الضرب اسهل من القسمة وبالتالي اعمل ايها هنضرب اكس زي 3 في 1 والي في كزا يبقى هضرب الواي هاضربها فيه اربع اكس زائد واي تربيع هاضرب التانية في واحد فمفيش هي تغيير فيها يبقى اكس زائد 3 كده خلصنا من موضوع مين البسط ومقام دين بس فوق الاقواس يبقى عندنا اربع اكس واي زائد واي او ستلاتة يساوي اكس زائد مين ابدأ اشتق وتلاقي المشتقة اسهل بكتير عن من انت تكون استخدمت مين الكوشن ترول فهنا الاشتقاق الضمني لو قدرنا نبعد عن الكوشن ترول نبعد عنها بأي طريقة لو نقدر طب يعني ليه بقى هاشتق بس خلي بالي الجزء الاول ده حاصل ضرب دلتين واحدة اسمها اربع اكس والتانية اسمها واي فخلي بالك المسائل كلهم ها فيها حاصل ضرب دلتين لغاية دلوقتي فافهمها كويس طيب هعملها ازاي هقول مشتقة الاربع اكس بكمبه اربع هاضربها في التانية هي الواي زائد الاولى الدل الاولى اربع اكس طب مشتقة الواي تبقى واي براي خلصنا من دي يبه هذا المقدار هذا الاشتقاق للاولى بس كده طب التانية ده واي اس ثلاثة هتبغ القاعدة هنزل الاس جدام ونقص من الاس واحد وطالما واي نكتب بجوارها واي برايم يساوي الاكس مشتقة بواحد والثلاثة مشتقة بصفر هذا الاسل طب هل فيه اجزاء فيها واي برايم اه فيها جزئية طب الجزء المتبقى مين هذا الجزء ننقله الناحية التانية يبه ايزا اقدر يقول كده اربع اكس زائد ثلاثة واي تربيع وبالمرة خدت واي برايم عامل مشترك عملت خطوتين في خطوة هنرحل وخدنا عامل مشترك كمان يبقى واحد ناقص اربع و خلاص المساء كده انتهت يبقى عندنا الواي برايم تسوي كام دايما دايما المعامل اللي مع الواي برايم يبقى في المقام يا شباب يبقى اذا ما هو هذا المعامل ها يتكتب هنا في المقام وبالتالي اقوله اربع اكس زائد ثلاثة واي تربيع وهنا بواحد ناقص اربع و هذا الاسل السؤال من الصعب انت جرب تحله وبدأ ببص مقام هتلاقي يطول معك اكتب كتير وممكن تغلص في اختصارات طالما عندي حية ذا كده اعمل مقص او يضرب درب تبادولي او وبدأ اشتاق فكرة قواس وكي اشتاق طب منك دا يقول لي رقم عشرة هاعمل فيها ايه ايه شباب رقم عشرة اقدر اعمل فيها ايه هل اشتاقها مباشرة كده والله اصرف في المقام دا ايه شباب ايه شباب اه دا اه دا هنعمل فيها ايه نخلي اكزا اتنزم هيا في المقام ولا نقدر نصرف فيها انشل النشل المقام خلاص انشل انشل وده افضل يا محمد فباعمل يا هضرب كل هنا في اكز زي اتنين كده يبقى الاولى الثلاثة اكز هنضربها في اكز زي اتنين والي اوسي 3 هنضربه في اكس زائي 2 ولما اضرب دي كده في اكس زائي 2 يضيع المقام يبقى اربعة وعي يبقى انا خلصت منه بقى زاء يساوي العشرة اكس تربيع اضربها في اكس زائي 2 يبقى لما ضربت اكس زائي 2 في هذا المقدار يختفي الاكس اوسي زائي 2 انا واحد في مصر واحد في مقام ابدأ فك الاقواس يبقى عندك 3 اكس تربيع زائد 6 اكس زائد اكس واي تكعيب زائد اثنين واي تكعيب ناقص اربعة واي يساوي عشرة اكس والسي تلاتة زائد عشرين اكس والسي تلاتة بس دخل بالي من حاجة انا هنا عندي اكس والسي تلές وهنا اكس والسي تلاتة معها وريع نفسك من الموضوع وديه في اكس ما فيهاش واي هاته مع بعض برده من الاول يبقى عندنا اكس وي تقعيب زي الاثنين وي تقعيب ناقص اربعة ويساوي عشرة اكس تقعيب طب انا عندي موجب عشر اكس تربيع وهجيلها ثلاثة بالسالب يبقى اذا اتحوه الى موجب سبعتاشر اكس تربيع طب موجب ستة اكس تتزال اذا ما هي سالب ستة اكس ابدأ اشتق اشتق دي حاقه بصد زي ما قلت لكم حاصل ضرب دلتين يمشتق الأولى بواحد في الثانية زاد الدل الأولى مضربة في مشتقة الدل الثانية بها ثلاثة وي تربيع وي تنسى دي واي بها جنبيها وي برايم زاد نفس الكلام يتبقى ستة واي تربيع جنبيها وي برايم ناقص اربعة مشتقة الواي بواي برايم يساوي مشتقة الاكس هنزل القس قدام تبقى ثلاثين ونقص منها واحد تبقى اثنين اتنين في سبعتاشر بها ثلاثين اكس ستة اكس مشتقة بكام بستة يبقى هذا الجزء اليمين فقط اصبح هو اللي فيها ايه الواي برايم بس ما عادة مين ما عادة الجزء الاول واتنسى خلي بالك ها يبقى الجزء الاول مفهوش ايه مفهوش وي برايم يبقى هنقله الناحية التانية هنقله الناحية التانية يبقى هذا الجزء هيتنقل الناحية التانية اما هذا الجزء كله فيه وي برايم يبقى اخذ الواي برايم مع مشتقة يبقى عندنا ثلاثة اكس تربية اه سرعي ثلاثة اكس وي تربية زائد ستة y تربية ناقص أربعة كل ده خلنا منه y برايم على مشترى طبعا عندي ثلاثين x تربية ناقصت أربعة وتلاثين x ناقص ستة هاد ال y تكعب يشير مخالف يبقى ناقص y تكعب خلاص يبقى المساكة تخلصت y برايم تسوي اللي معها ينزل في المقاب يبقى ثلاثة x y تربية زائد ستة y تربية ناقص أربعة البسط هذه كل الموجود يبقى اذا هنا انت لو خلت على فكرة وصل المقام هتطلب معك كده ده هي اصبحت في الخطوات البسيطة كده شوية لما شلنا المقام اما لو انت مشلتش المقام هتضطر في الاخر ترحل شوية النحية التالية بشارة مخالفة وتعمل عملية وتبدأ تفك اقواس يبقى عندك اقواس قوسيا هتاخد معك وقت كتير عبارة تفكه فدي اسهل طريقة لها بالضريقة دي هتا بالنسبة للسؤال الموجودة عندنا طيب مين يقدر يقول لي هنا ال 11 و 12 فيهم دواء الاستية فلازم يكون عارفة القاعدة بتاعت الدالة الاستية مين يقدر يقول لي اشتقل الدالة الاولى في رقم 11 شباب ها هذه الدالة مشتقل الدالة الاستية عبارة عن ايه مين فكر القاعدة مشتقل الدالة الاستية بكام او ايه القاعدة نشتقل بها الدالة استية مشتقل الدالة استية كيف نوجد مشتقل الدالة الاستية شباب نشيد المتحان على الابوابيا جبها Shut up لأي دالة أسية إذا كانت عبارة عن مين قلنا نفس الدالة الأسية هي هي في لن الأساس وطالما حرف الإي ممكن ما اكتبعها عادلين لن الأساس زيادة مبوح فممكن ما اكتبعها خلاص في مين في مشتقة الأس يبقى نفس الدالة مضروبة في مشتقة الأس قد دائقات لما يكون عندي حرف الإي لما يكون عندي حرف إي أما لو حيق على حرف الإي مثلا ثلاثة أثنين أربعة خمسة يبقى إذن هدروا مشتقة الدالة في لن الأساس زي ما أنا كنت كان في النص قلقات فده قاعدة خاصة مين بمشتقة الدالة الأسية نطبق القلم ده فهيقول له الدالة الأسية ولكن مشتقة الأسية عبارة عن إذا أنت عندك حاصل ضرب دالتين يبقى اشتقى حاصل ضرب دالتين يعني البرودكترول أو قاعدة الضرب يبقى مشتقة الأولى اثنين أكس مضروف الثانية للواي زايل الأولى مضروف مشتقة الواي تبقى وي براي هذا هو مشتقة مين مشتقة الأسي اللي عندي يبقى دي عبارة عن إذا مشتقة الأس ناقص دالة الأسية يبقى هادروا أقول مشتقة دالة الأسية هي نفسي دالة الأسية مضروف مشتقة الأس اللي هي وي براي يساوي مشتقة الأكس بواح فق القس الأولان يبقى يبقى عندنا إي يبقى الناتج عندنا عبارة عن اثنين x y مضروف في e x x تربيع y زائد x تربيع e x x تربيع y ولكن معها y' ناقص e x y y' يسوح هذا الجزء مفهوش y' يروح الناحية التالية بشرة مخالفة الجزء الاول والثاني خد y' عام المشترك يبقى احصى على مين على x تربيع e x تربيع y ناقص e x y مضروف في مين y' واحد ناقص لانها رحل التالية بشرة مخالفة يبقى اثنين x y في e x x تربيع y خلاص كده المساة خلصت يبقى y' اللي مع ال y' يبقى في المقام يبقى x تربيع e x x تربيع y ناقص e x y وما تبقى يظل في البسط هذه بالنسبة للسؤال طيب المسألة التامية فيها برضو دلة أسية يبقى لازم اكون عارف القواعد الاشتقاق عشان اقدر احل اي مسألة اشتقاق لازم اكون حفظ القواعد وهنا اساسا تلات تربع المنهج اشتقاق طب انا مش حفظ قواعد يبقى تلات تربع الاسر اضع مني يبقى يخلي بالي طب الدلة هنا بيسانا اياه دي حاصل ضرب دلتين يبقى اشتاق مشتاق الدلة الاولى بواحد في الدلة الثانية زاد الدلة الاولى مضروف ومشتاقة الدلة السية يبقى واي في مشتاقة الاس اي دلة السية اي يبقى مشتاقة الدلة نفسها وهضرة في مشتاقة الاس ناقص بس خلي بالي من ناقص دي طالما ناقص وهنا عندي تلاتة واي وبجوارها ساين اكس يبقى حاصل ضرب دلتين يبقى لازم افتح قواس كده لما اجي اشتاق لان الناقص دي بتغير اشارات كل اللي بعدها يبقى مشتاقة الاولى يبقى ثلاثة واي برايم مضروف في الثانية زاد الاولى مضروف ومشتاقة الصين اللي هي كوسين يبقى كوسين اكس يساوي مشتاقة الواحد بصف نفك الاقواس ونختصر يبقى عندنا اي اس واي زاد اكس اي اس واي واي برايم ناقص ثلاثة واي برايم صين اكس سالف ومجبه سالب ثلاثة واي كوسين اكس يساوي صفر هذا الجزء كده فيهم واي برايم يبقى يظلوا مع بعض الباقي يروح الناحية تالي بشانا مخالفة يبقى عندنا اكس اي اس واي ناقص ثلاثة صين اكس هحطهم في قوس كده وخدت الواي برايم عمل مشترك عشان نختص الخطأ شوي يبقى هي هي بس هنا خدت الواي برا مشترك يساوي سالب ثلاثة واي دي هتروح بالموجب ثلاثة واي كوسين اكس طب والاي اس واي هيروح ناقص اي اس واي لازم غير اشارة يبقى اذا واي برايم تساوي هي عبارة عن مين ثلاثة واي كوسين اكس ناقص اي اس واي على اكس اي اس واي ناقص ثلاثة صين اكس وكده انت خلصت من احنا احنا بدون حفظ القواعد حتى المسأل السؤالي بتاع تعرف المشتقة بدون حفظ اثنين نعملها ازاي اثنين نعملها ازاي او اثنين نعملها ازاي مش عارف حل ولا مثل فلازم القواعد لازم تكون محفوظة عشان اكدر احل ومش حفظه بس ده انا حفظ مع ازاي اطبق القاعدة وإلا المسأل هتضيع مننا فلازم قدامنا فرصة خمسين شهرون على الاقل نقدر ننجز فيه يعني المفووضة احنا الجزء اللي شرحناه في الهيكل خلاص تمت مراجعته يعني المفووضة اركز في دوت برضو اليوم من دوت وكن ابدأ ارجع الهيكل من جديد فنخلي بال طيب نيجي نشوف المسأل اللي بعدي نفسي كلامه احنا ظل معنا اربع مسأل في هذا السؤال طيب تعال نحلم مع بع عشان الوقت عشان احص بعديكم بص معا فبالنسبة للسؤال قدام عادي انا عندي حصل ضرب دلتين عندنا واي تربيع دلة والجزء اعتبر دلة فطبق القاعد عاد يبقى مشتقة الاولى اتنين واي في واي برايم واي ننس الجزء للتربيع اكز زاد واي زاد الدلة الاولى فمشتقة التانية طب عندي جزء تربيعي يبقى اتنين الجزء الجزء فمشتقة اللي تحت الجزء مشتقة اكز بواحد ومشتقة الواي واي برايم يساو او ناقص هنزل قسك قدام ونقص منها واحد اذا هتبقى كام هتبقى عندنا ثمانية اكز مشتقة الواي تبقى واي برايم هنا بقى المشكلة في حاجة في المقام فلازم اشيلها اشيلها خالص اشيلها في المقام ازاي هنضرب الكل في اتنين جزء اكز زاد واي اه يبقى الاولى دي يبقى عندنا اولى اتنين في اتنين حوال اربعة والواي زي ما هي والواي برايم زي ما هي طب لما اضرب الجزء مع الجزء يضيع الجزء يبقى اكز زاد واي زاد لما اضرب دي مع كده في هذا الجزء يضيع الجزء مع الجزء والي اتنين مع الاتنين يبقى يظل عندنا واي سكوير ونعمل القواص كده واحد زاد واي برايم اضرب الجزء المباقين يبقى اتنين في ثمانية بستاشر طب عندي ناقص مئة ناقص اتنين في ثمانية ستاشر اكز جزر اكز زاد واي يساوي الواي برايم هضربها تبقى اتنين واي برايم الجزر التربية اكز زاد واي لسه هفك واي برايم وين اربعة هتبقى وال ي بواي تربية وهو هتنسى الواي برايم الذي المعضوب فهم زاد هنا وي تربية زاد وي تربية وي برايم ناقص ستاشر الجازر اكزا ادعية عشان نقدر نعمل فيها حاجة. بهذا الشكل. طيب هل اقدر اختصر حاجة منها اه ممكن نجمع مع بعض. اقدر اجمع دي كده مع دي. دي ويت اربع برايم ودي ويت اربع برايم. بس دي اربعة دي واحد. يبقى خمسة. يبقى نقدر نعملها كده? هقول ان دي معدية كده يبقى خمسة. بس هننقول لهم ان احد تاني بشرة مخالفة يبقى عشان ننجز بس. يبقى هذا عنده فيه كم جزء تاني فيهم وي برايم لسه? اه فيه لسه جزء تاني فيها وي برايم. اللي هم اول جزء. يبقى عندنا ثلاثة ايزاء فيها وي برايم. هذا الجزء هنا وهذا الجزء ده هنضمهم مع بعض ابو خمسة وي برايم وي تربيع. واده جزء تاني هيروحوا مع مين مع الجزء الاخير ده? يبقى حصبه عندك وي سكويرد بلس مينس سكستين. يبقى وي سكويرد مينس سكستين سكويرد اكس بلس وي يساهم. عندك اتنين الجزء هناخد وي برايم بشترك كمان. اكس زائد وي. هنا عندنا قلنا هتبقى خمسة وي تربيع. يبقى ناقص فايب وي سكويرد. وهاتي التالية بشتر مخالفة بل مينس اربعة اكس واي. كل ده كان معهم مين? واي برايم. يبقى اصبحت الواي برايم بسوي كام. هنعمل شرطة كبيرة كده. ونكتب الباقي. يبقى احنا عندنا اتنين الجزء اكس زائد واي. ناقص خمسة وي تربيع. ناقص اربعة اكس واي. البسط يبقى وي تربيع. ناقص ستاشر. جزء اكس زائد واي. هلو بالنسبة مين? للحل. المسألة التانية برضو فيها ضرب دلتين. الاكس مع الكوسين. يبقى نشتق عادة حصل ضرب دلتين. يبقى واحد. في الدلة الثانية اكس كوسين زائد واي. اكس زائد واي. زائد. الدلة الاولى. مشتقط الكوسين. خلي بالك انها فيها سالب. وسالب صين اكس زائد اه. واي. وكمان هضرب في مشتقط الدلل مع الصين. يبقى اذا مشتقط الاكس بواحد. ومشتقط الواي بواي براين. اه. طب ناقص. الواي تربيع. هنزل اكس قدام ونقص من واحد. ولكن نضرب واي براين. يساوي التمانية مشتقط صف. المفروض افق الاقواست بخص المسأل. يبقى اذا الجزء الاولاني هو عبارة عن ايه? الجزء الاول عبارة عن كوسين. اكس زائد واي. طب خلي بالك انها فيها سالب. فسالب في ونده نسالب. الاكس اضرب في الصين. اضرب في واحد. يبقى يبقى عندنا كم? يبقى اكس. صين اكس zged واي باقي عندنا سالب في وحد يبقى عندنا سالب في ونده في سالب ايضا. اكس ثالب في الصين. يبقى اكس. صين اكس زائد واي مضربين معاهم واي برايم. ايسا. اناقص نكمل بقية السواق. يبقىء اذا في retire الحالة debaك عندنا يا اقول له dy ناقص. وباكة نجمع يا مع취 بعض. نجمع الY مع ا بعض. på ناقص اتنين Y Y برايم يسوصل. احنا عندنا هنا فيها Y برايم ودي فيها Y برايم والجزء الباقي ما نخص Y برايم. خلاص. بس هنا دتتل تلاحظ ان ان دوتا تؤشرتهم سارب هم الاتنين. نقولهم اما حتنا يا هم الاتنين احسن. يبدأ عندنا يكون ساين اكس زايد واي ناقص اكس ساين اكس زايد واي هننقل هم الاتنين لها عشان اشاراتهم سالب احاولها بالموج براية هذه مرة. يبقى اكس ساين اكس زايد واي وبعد كده عندنا زايد اثنين واي والواي برايم كده بالمرة ناخد عامل مشترك. يبقى اصبح عندك الواي برايم سوى كام. اللي مع الواي برايم المعامل بتحيبه في مقام. يبقى عندنا اكس ساين اكس زايد واي زايد اثنين واي والبسط عبارة عنها كوسين اكس زايد واي ناقص اكس اه سايد اكس زايد واي. هذه بالنسبة من للاشتخاص الضبن. عندنا اتناشر سؤال لابد منهم سؤال في الامتحان. ممكن يجيب لأسهر واحد وممكن يجيب لأصعب واحد. فلازم اتدرب عليهم صح. لازم اتدرب عليهم صح. احاولوا تحلهم بنافسكم تاني. ولو فيهم اي مشاكل مش هفاهمينهم. خبروني وندخل معاكم في حصة تاني نشرحها تاني. ما عندي شي مشكلة. المهم تدخل قبل امتحان بيوم انت لا تكون فاهمهم. وعارف تحل عليهم. اخر سؤال عندنا فيه هذا الجزء ولا فيه سؤال دال. هاخد سؤال واسب لكم السؤال الاخير ده يعتبروا حلانة زيه وخلاص مش مشكلة. طيب. الجائل ده عبارة عن مين? دال الاوسية. يبقى نفس الدال الاوسية مضربة في مشتاقة الاوس. اللي اتبقى اربعة. اربعة. الواي برايم. ناقص. الدال الاوريتمية. دايما دايما دال الاوريتمية الليل. بتبقى بسط المقام. الدال الحاجة اللي مع الليل تتكتف المقام. اهو. وي تربية زيه الثلاثة. ثم اشتاقها في البسط. يقول وي تربية مشتاقتها اتنين واي واي برايم. طب والتلاتة مشتاقتها بصفر خلاص. يساوي. نجي اه نكتب يساوي. طبعا الاتنين اكس مشتاقتها الاتنين اكس مشتاقتها بكلمة شباب باتنين. انا المشكلة برضو عندي في المقام. خلاص. ولا مشكلة ولا حاجة. هنضرب الكل في نفس الحاجة. يبقى هضرب في سوية ربيع زيه الثلاثة. فتتحول الى. هنضرب اربعة واي برايم. ما ضربه في سوية ربيع زيه الثلاثة. ويدلها استياقتها بعد يوم كدهام. قりました. لانت اضرب هذا المقدار في الجزء ده. يضيع المقام مع هذا المقدار. انا بقي واحد فا بصفر في المقام. يبقى ظل معنا مين؟ ظل معنا اثنيين واي برايم. يساوي الاثنين ما ضربه في سوية ربيع زيه الثلاثة. هنا لسه في قوس لازم أفكه يبقى هنفكه لأقواص يبقى 2 وي تربيع يبقى أربعة وي تربيع وي برايم وي تربيع الموضوع لسه في الإي أس أربعة وان هزائل أربعة في ثلاثة بإطناشر يبقى واي برايم إي أس واي وإي أس أربعة وان باكنا عندنا ناقص 2 وي برايم تساوي ممكن تفك دي أو ممكن تفكهاش عادي مش مشاكل دي فيها أصبح عندك هنا فيها وي برايم وهنا فيها وي برايم فيها عندنا وي برايم وي برايم طيب يبقى إذن في الحال دي ممكن نكوناش فكناهم دي على فكرة لأنه هي وي برايم مش هتغير معنا حاج مش هتغير معنا حاج يبقى إذن دي كلهم فيهم وي برايم خلاص خد الواي برايم عام مشترك يبقى أخذ الواي برايم عام مشترك يظل عندنا أربعة وي تربية إي أس أربعة واي زائد اتناشر إي أس واي ناقص 2 واي الكلام دي بساوي إثنين وي أس إثنين زائل ستة في هذه الحالة نقدر نوجد وي برايم كل ما هو معامل لل وي برايم يبقى في المقام يبقى إذن في الحالة تبقى عندك أربعة إي أس أربعة وي زائل اثناش إي أس وي ناقص إثنين والبسطة يبقى عندنا إثنين وي تربيع زائل ستة عندك سؤال تاني للتدريب عايزكم يبقى كده أدتك سؤاليا عايزك تحلهم لي وتبعتهم لي عشان أعرف أنتم عرفتهم تحلهم صح ولا غلط وإن شاء الله ناخد حصة يوم الأحد نخلص فيهم السؤال رقم 19 والسؤال رقم 20 يبقى يوم الأحد إن شاء الله نخلص سؤال رقم 19 ورقم 20 أنا مرضيشة فيه ويقولت لك ولا سؤال من أسألة دي لأنه عارف لازم نبقى فهمينهم فشرحتهم لك كلهم وهم واحدة واحدة فيرجى إننا أتدرب عليهم صح ولو فيهم أي مشكلة نحاول نقول يا أستاذ عندنا مش عارفيني حل المسألية نشرحها تاني ما عنديش أي مشكلة بس المهم أدخل الامتحان أنا فاهم عشان أعرف أحل قبل ما أحلي كمان لازم أكون حفظ القواعد القاعدة للضرب قاعدة القسمة قاعدة الباور اللي هي القوة وقاعدة مين تانية اللي غارة مات اشتقاء كل غارة مات واشتقاء الدولة الأسية اشتقاء الدولة المثلاثية قاعدة لازم أكون حفظها لازم أكون حفظها عشان أقدر أحل مساء الاشتقاء فكذا إن شاء الله نشوفكم على يوم الأحد إن شاء الله في نفس معادنا الأساسي اللي هو خمسة ونص تمام شباب سلام عليكم اشتركوا في القناة